انتوني موديست مهلو اداريك في ايه؟ مهلو انت خاص جاوبت طبعا اصلا مش فتوش بصراحة عشان اقولك يعني اه يعني مقدرش يحكم عليه بصراحة لو حكمت عليها بقى بظلمة ان انا فعلا مش فتوش انا شفته في حاجات يعني بسيطة اه يعني لا مقدرش يحكم عليه بصراحة تمام اللي بعده يمام عشور يمام عشور لايب كويس شايفه ماشي بشكل كويس مع الاهلي لعب كويس عندهم امكانيات كويسة لعب مهم للمنتخب والنادي الاهلي ويعني الفترة دي انا شايف ان هو ماشي كويس بس اعلام عمل اللي انت من شوية قلتلي ما قدرتش انا عمله لا ما تقارنيش با مش ما تقارنيش با مام عشور ده راف الزمالك سنتين اه انت بتقارن ايه بايه؟ بس كان حب للزمالك لا دي حاجة تانية بقى دي حاجة ترجع له حبه ومش حبه وبتاع دي حاجة ترجع له انما اما طعد عشرين سنة في مكان اما طعد سنتين لكنك مش يعني ملكش التاريخ بتاعي يعني طبعا لا انت من ناشئين الزمالك ولا انت تربي جوه النادي ولا انت يعني والدك العيب كرة في نادي الزمالك لا مقارنة بس في العيبة دلوقتي كتير كتير يعني مثلا جيلك انت انت زي ما انت قلت كده مش قادر تسيبه الزمالك وقتاق عشر قبلها مش قادر يسيبه الزمالك فيه لعيبة من الاهلي مكتش قادر تسيبه الاهلي بس دلوقتي منحس بيتحاسس ان الموضوع دوت حتى لو الناس ترعت او اللاعبة ترعت قيدلك انا زمالكاوي حتى النقاع انا هلاوي حتى النقاع انا هلاوي دي وذا هلاوي دي ما تصدقهاش خلصت خلاص اه طبعا منسدقش القصة دي انا انا دلوقتي هو، انا منبطل انا لا إياه علاقة هنا ولا اياه علاقة هنا بس أنا زمال كايو انا حر بقى انا أشجع اللى انا عايزه اه، تقصر ان انت موكد تكون بتلعب في الزمال كنت هلاو عادي هطل ان انا زمال كايو، زمال كايو بيلعب الائلي بس! مو حاصلت كثير على فكر في ناس كثير معنا كانت بتشجع الائلي وابت لعب في الزمالك في فرقتك اه طبع كثير مش قليل يعني بس هو في الآخر خلاص هو جايه في نادي الزمالك في المدة دي فبيشتغل نادي الزمالك ومبيقصرش الناس بالفتكر برضو لو ايه فيه أهلاوية مع الزمالك كهربا ما كانش مأثر خلص ليه وكهربا كان كويس يعني شايف انكهربا الموديل بتاع كهربا في الزمالك أفضل من الأهلي بكتير وكهربا الناس كلها عارف انه أهلاوي من قبل ما ييجي الزمالك حتى فلا والراجل ما كانش مأثر يعني